موسيقى موسيقى السلام عليكم كيف بقيتم زيان ان يوم ان شاء الله نديره معكم واحد الخبز يجي رائع تقدمي الضيفة لك تدير بها صندويتشة لوليداتك يجي حقيقة ممتاز والطريقة دياله مختلفة للخبز العادي تابعوا معي ان شاء الله تالاخر نحتاج الخبز ديالنا 150 غراب من اللعبة مالقة الخميرة مالقى نسبة بحرارة المطبخ مالقة صغيرة مالقة انا ضروري يكون مالقة ام يريد أن تستغناء المال يضيف حليب ام يأطلق طويل ام يم الدلد ام ينسك التلق انا اضيف حليب نقل لكم على حسب العجينة هذه العجينة تعجنيها بيديك هي يخصي قليلا بيديك كلها بالعجانة وهي يخصي قليلا بيديك كل قوامتك يجيب حل مسلما نخطم هذه العجانة ندير صدقيق ندير زبط ندير الميحة و كل شيء مخمير بالنسبة للماء نضيفه بشوية بشوية على حسب النوعية نضيف الماء بشوية بشوية ونشوف نزيده على هذا الكاس 1-4 كاس والأقل حسب العجينة تقتمي ونزيدها 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 حسب العجينة نضيف الزبيدة لكي ترطبية الاختلاف العجين والخبز والطريقة للطياب نضيف العجين و نرتاح 15 دقيقة ربع ساعة و من بعد نضيف نضيف العجين نضيف العجين 15 دقيقة نضيف العجين نضيف العجين و نصنعه منه كويرات صغيرين ولا تستعملي على شكل باقت اللي عجبك ان شاء الله في الفيديو سوف نريكم استعمال على شكل باقت أن نضيف العجين قوموا بتحديد موقع سوف نضيف مقادر إلا أريد أن يجعلك ضيف المقادر اضيف المقادر لا أريد أن يستيقظ ضيوف ونضيف المقادر نضيفها في اللطة و نضيفها حتى 15 دقيقة او نصف ساعة مهمتين يخمروا دعبا مزيان يقوم بتخليق الخبز نضيف الماء طيبة نضيف الماء في الكاثرونة نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء سوف نضعها في اللطن نضعها 30 ثانية نضعها 30 ثانية في السوداء نضعها نضعها بموس نضعها بموس نضعها بزنجل أو بمس نضعها بزنجل نضعها بزنجل نضعها بزنجل نتمنى اعجبكم الفيديو نتمنى تدعموني بالمشاركة و باللايك و اشتركوا الفيديو مع احبابكم و صحبكم